بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على من بعث ليكون للعالمين نذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فلا تعرفنا بها إياه إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الوحدة الإسلامية لا تعتمد على الحدود الجغرافية وعلى الحدود الجغرافية وحدها إن الوحدة الإسلامية لا تعتمد على الحواجز المذهبية أو الطائفة ولكنها بصفة مباركة وبصفة مقدسة تطابع الكل بطابع إسلامي مشترك لا يختلف لا يختلف مهما اختلفت الدنسيات ومهما تعددت الأراء والمذاهب لذلك نحن اليوم نستضيف نستضيف وتحت مظلة هذه الجامعة الرمضانية نستضيف وفدا من الطريقة اللاهينية المباركة نستضيف اليوم إخواننا اللاجئين من غينيا بساوع الشقيق بل نستضيف اليوم إخوانا لنا هم أنصارنا في الدين وشركاؤنا في الفيئة إذا فجزاهم الله عن الإسلام خيرا لقد وقفنا معهم اليوم وقفة صف واحد باسم الإسلام وتحت راية الإسلام فنكسدد الله خطانا وخطاهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا شكرا